اشتركوا في القناة حملة تتندرج ضمن مجموعة من الحملات التي نقوم بها على طول السنة التي تكون في جميع الأنواع الجمعيات الناس في وضعيات صعبة سواء نظر العجازة سواء نظر الأيتام سواء الناس في المناطق النائية أو الناس في وضعيات اجتماعية صعبة بحل آخر حملة كانت عندنا لزيس دي اف ناس اللي كي باتوا في الزنقال كانت الحملة دي لأننا كانت فرقوا عليهم المناطق والماكلة ومجموعة من المعاونات وليوم هو نهار دي الحملة دي التحسيسية على سرطان كيفاش الوحدة تتكشف على مجموعة من الأمراض لراثها بحل سرطان تدي ما يسمى ببلوتو بالباسيون وكذلك مجموعة نقدم معاونات غدائية ومادية لهذا الناس هذا كيفما موالفين كان نديرو على طول السنة وكان حب صغير في الفترة هذه دي الامتحانات ونغرب كان إن شاء الله في العام الجاية لذلك أخير حاجة تكون عندنا في مصد دي سمبر وكان نعود أن نبدأ في مصد دي سمبر حتى المصد دي سمبر نجينا اليوم لهذا الجمعية دي الإنصاف اللي كتتجمع الأمهات العزيبات حاولنا نعاونوهم بالماكسيموم اللي قدرنا نجمعوه من ماكلاء من دوايات من كتوباء من حويس جيل الدرار الصغار العملية وش دي ما تديروها ولغير أول مرة تسوى العملية العملية دي الأمهات العزيبات كنت أول مرة كنت من المبادرة دي لواحد جدي الميدات معانا تبارك الله عليهم ولكن شما مل فين تديروها للعملية الإنسانية العملية الإنسانية من غير هذي جيل أمهات العزيبات كنت نديروهم وكنديروهم بزاف زمارة هذه السنة السابعة جيل هذي الجمعية جيل الطالبة لكنا كنمشينا هذيك العام كنامشينا درنا واحد القافلة إنسانية كبيرة تميدياتي زيزات مزيان وعاوننا بها في الجنوب جيل المغرب وقبل كنديرو شي حواجو ولكن غرف الكلية الجيل الطيب بجانا بالنسبة للمساعدات الغذائية اللي يتقدمون اليوم لجمعية إنسافوش من تمويل داتي ديالكم هل حاولنا حاولنا من هاد المساعدات من عند الناس لكي بغوي عاونه في واحد كنا كان وقفوا قدم دي قدم مراكز تيجارية وكن حاولوا نعاونه كنا حاولوا ننخدوا المساعدات من عند الناس كيف مكانوا مفلوس ولا كيدخلوا كيشريوا لنا وكيعاودوا وخرجوا وحنا جبنا كل شي الهنا علوغ إحنا تصلوا بنا هاد طالبة ديال طيب وهادي واحد تقريبا ثلاثة سيمانات وحنا كنا نتصلوا بيهم على أساس أنهم طلبوا لنا أنهم بغووا يجيو وشوفوا الاسوسياسيون ويتعرفوا لها أمامتون بغوتهم يعطيوا واحد دفع ديالهم باش يعاونوا هاد الاسوسياسيون بالمسائل اللي هما غي قدوا عليها اليوم احنا فرحانين بزاف أنا نستقبلناهم وجوا عندنا شرحنا لهم الأهداف ديال هاد الجمعية وشنو كان ديورو بطبط والاشتغال ديالنا مع الناس اللي هما في حاجة كسس والناس الأمهات اللي في وضعية صعبة أو الله في الطفلات اللي منقطعة عن الدراسة اللي كنخدموا معهم في المناطق القراوية من بعد هاد الناس غدي بدو ديرنا ديز اكتيفيته مع الناس مع المستفيدات ديالنا غدي ديروا لهم ورشات تحسيسية في جميع المسائل اللي كتخص مثلا النظافة كتخص الطبيب كتخص ليجيين اشتركوا في القناة